سلام و سلام و سلام و بارك على سيدنا محمد كما قلت لكم في الفيديو اه مكمل لكم ان شاء الله سلسلة من العصائر الاقتصادية واللي مهيش مكلفة والبنينة على الاخر كما تشوفوا لهنا عندي رطل يعني اه شروبه الليم هذي يتسمى شروبه اخذيت هذيك الهرطل قشقشته الكله نحيت منه هذيك الزيزت وتوصبت عليهم ميتين جرام سكر لحقيقة هذي كاس يعني هذي ميتين جرام نحرك السكر في وسط البرتقال ونجعلهم على جناب الوطن السيترون متاع اليوم والجي متاع اليوم بل فين فرنك بزوز دينارات عملت ابن ابن سيترون ستكوني جربوه روعة انا اول مرة نعمل الوصفة وجيني ما شاء الله صغاري ماتوا علي هاوكا حاجة نظيفها وحاجة يعني المغير مستحضر مغير حاتشين وحاجة طبيعية وكيما تشوفوا هنا انا قاعد نقشل هذيك الكعبات والنحي المكسيموم هذيك التفش البيض يعني والقلب هذي البرتقال متاعي راهو شروبه يعني فيه كمية من العصير المرة اللي فيت اعتمد التومسون المرة هذي اعتمد في الوصفة هذي شروبه كيما تشوفوا هنا يعني رطيل اعملت كمية كما شفتها في اول الفيديو ما شاء الله جربوها وما تندموش اينا صراحة الوصفة هذو ما ما عادش معنيتها نبدلهم جملة نصير نعتمدهم كيما قدتلكم معنتها في شهر سيدي رمضان اهو على الابويب سيء يعني ما شاء الله يعني ليم تجري ان شاء الله ربي متعنا بالصحة ونصوموا ان شاء الله بصحة الابداء كيما تشوفوا هنا نكمل نحيم هذيك القشور الكل وهذيك القشور البيضة زيدة باش ما تعملناش المرارة والقلب تهلة بسيطة نعملو حاجة نظيفة لصغيراتنا اه ما حبيتش نحط لكم زوز فيديوهات مع بعضهم كيما تعرفوا يعني المشاهدة الفيديو طويل اه ما نعرشش هي ما تستحقش لايكات المهم لا علينا اللي عجبوا الفيديو حط لايك ولي ما عجبوش ما يحطش موش مشكلة اه به الهنا كملت قشرت هذوك لك عيبات الكل باش نضيف نصف اترا متع ما عندي نصف اترا متع ما باش نضيف هذوك لك عيبات المكونات اللي حاتيت مقدامكم هكي الكل و باش نتعو باش نركضهم بالبراميكسور بالنسبة المرة فاتت رحيت لكم العصير في القمصان متع الجي اللي ما عندوش بطبيع القمصان ينجم يرحي كما تشوفوا لهنا هكا بالبرام اللي ما عندوش بالبرام يرحي بالقمصان متع المكسور نقعد نرحي فيهم هذي هكا الفيديو اللي سابق وريدكم لقطة من الفيديو اللي فات ارجعوك اذا تحبوا نحط لكم الرابط في صندوق الوصف اللي ما زال ما شاهدش الفيديو نصرح بالباهي ونرحي هذيك الحامض مش الحامض البرتقال الشروبو احنا نسميه هكا نكمل نرحي بالبي 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 ومن بعدك باش نصفي كما تشوفوا لهنا ذوق يوحلو في البرام نتوى باش ناخو الصفي كالعادة ونصفي باش نحي منه هذيك الشوائب متاع البرتقال كين فماشي حاجة يعني تقعد الفوق بتبيعه قعد فيه شوية انا حطيت النص اترا لولا ركفت بيها ونرحيت بيها ونعود نراجعه للصحفة ونعود نضيف عليه نص اترا اخرى يعني الكمية متاعي متاع بي اترا ماء ونزيد نعمل لهم ضربة بالبراميكسور موارد كمش على جنب هكا نعمل لهم زد الماء وتو باش نعمل ضربة اخرى بالبراميكسور يزيد يرتاب بالبيهي ونعود نصبوه ونصفيه حصيلو ما نحكي كمش على البنة متاع هذي العصير ويزيدي يا بابا طوى الدنيا عادة بداتة بتصخن شوية ان شاء الله ونعملوه ونزيدوه شوية غلاسان مش طوى 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 وراء الدنيا بيردى مبعد يعني كي تصخن الدنيا شوية ونزيدوه شوية غلاسان يعمل عصير يعمل ستة ستين كيف كهوه هذي المرة الثانية كملت عصرتو بالبيهي وصفيتو هذي كالزيد متاع القشور متاع البرتقال بتباعة باشن لو هو وهذي هكا الكمية اللي اتحصنا عليه اللي هنا باشنضيف لها كعبتين ياغورت بنكهة الفاني يعني قلتلكم يعني العصير متعنا بدينارين فقط كعبتين ياغورت بدينار ورطل شربوا بدينار يعني ما تقولوا ليش مكلف وما مكلف وما حرقوا ما مكلف ما هوش مكلف حتى طرف كيس السكر نقولوا احنا 200 جرام بقضايا هو الكيلو حسيلو يعني ما منصورش ما فهمش سكر هو اينا اللي ما عنديش سكر وهاني خلقت السكر هكا هوا تبش نعملهم حتيت كعبتين الياغورت طبش نعملهم ذربة بالبراكي ما تشوفوا هنا هكا عبش ياغورتنا هذي كالياغورت وكل شين هذي هكا العصير متعنا خاطر ما شاء الله يعني ما ميقعدش مدة كبيرة ماكسيما منهارين ثلاثة ايام هكا هو هذي العصير كما تعرفوا فيه الياغورت وما شاء الله اللي عنده عائلة ولي عنده صغار ما ميقعدش ليلة مش الليلتين ولا ثلاثة عبيت الدبوس هذي هكا متاع العصير بيش نحطه في الفرجدير وهذي هكا الكويس متعنا انويدكم ومنشاهيكم تانيوني في فيديو جديد ووصفة جديدة وعصائر جديدة مهيش مكلفة و باي باي و بس لما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة